الآية بعد ما الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على إني قريب وليه اخترنا اللفظ ده بالذات وليه الاسم ده بالذات تعالوا بنا نكمل الآية النهاردة كده واسمع معايا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يا الله ده أنا لما بأعوز حاجة من حد بروح أتحايل عليه بروح أقف ببابه واجيب له وصايت مفيش بيني وبين ربنا وسطه مش كده وبس ده بيقول أجيبه دعوة الداعي إذا دعان بس يدعو تخيل كده فليستجيبوا لي يا الله عارف مرة واحد بيقابلني وبيقول لي أنا عايزة أعرف ربنا إيه بلتبتي ولا لا قلت له تايب بقى لك قديه قال لي تايب بقى ليه حوالي بتاع ستة شهور وكل مرة خايف يا عم الشيخ والشيطان يضحك علي ويقول لي ما انت كده كده داخل النار قلت له ده انت مسكين انت عارف سيدنا آدم لما أهبط من الجنة قعد قديه يبكي على خطيئته قعد ميت سنة ميت سنة يبكي على خطيئته حتى نزل جبريل وقال يا آدم ارفع رأسك فقد غفر لك ميت سنة ما جفش دمعت سيدنا آدم على خطيئة واحدة إما لحنا نبكي على كم الخطايا كم من السنين يا اللي بتدعي ربنا شهر ولا اتنين وازهقت وتعبت علشان ما ادلكش فين يقين ستك صارة صارة مين زوجه ابراهيم اللي وصلت لتسعين سنة ومع هذا بتسأل ربنا عايزة زرية تخيل ربنا ادها الزرية بعد ما وصلت تسعين سنة يعني بكل المقاييس العلمية والشرعية والدينية والعقلية ما ينفعشي لك ربنا قال ينفع لدرجة ان الملايكة لما دخلت تبشرها ما صدقتش فالقرآن يقول ايه اسمع كده فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب عارف يعني فضحكت يعني فحاضت علشان تصدق ربنا نزل لها حالا العادة الشهرية عشان تشوف ان هي اصبحت صالحة للولادة وصالحة للانجاب اسمع تعبير القرآن ما صدقتش قالت يا ويلتا يا الله لطمت ايوة لان في آية تانية بيقول فسقت وجهها لطمت على خدها مش مصدقة المفجأة صعبة عليها قوي وهي اللي بتدقى ربنا وبتقول انا عارف ان لي امل معاك ان لي باب معاك ان انت هتستجبلي رغم ان هي وصلت تسعين سنة اسيبك من ستي صارة لسيدي زكريا اللي بلغ من الكبر يأتيه وامراته بكل المقييس الطبية والعقلية ما تنفعش لدرجة لما جيه يدعى ربنا اسمع القرآن قال ايه اه اذ نادى ربه نداءا خفية سطواتي خايف حد يسمعه اصل الكلام ما يتعقلش يا سادة والله ما يتعقل ما تفكروا فيها انتم راجل وصل تسعين او مية وامراته نفس السن وبعدين عايز ايه يا زكريا دا عايز غلام دا عايز زكر كمان خلي بالك اه يارسني ويرس من اهل يعقوب واجعله رب رضية هو ربنا سابه لا عارف ليه لان زكريا كان عاقل قوي ما خانش اليقين مع الله وما سابش اليقين مع الله وبعدين راح على طول المحراب اللي هو فيه تجاب الدعوات لما شاف مريم على طول ام صلي فالملائكة نديله هو بيصلي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيا مش هتاخد والد بس لا دا ربنا الدكوات وسمهولك واسم مفيش قبلي يحيا مش كده وبس لا هنديله النبوة ورس وهنديله الحكمة من هو صغير شفت عطاء ربنا سبحانه وتعالى عارف ليه احنا ما بيسمعش لينا في الدعا اقولك علشان ما عندكش يقين وانت بتدعي وما عندكش الحاح وانت بتدعي وما عندكش امل وانت بتدعي علشان انت سمعت وقال ربكم ادعوني استجب لكم اما روح اجرب اما شوف كده اخر الليل ده ينفع ولا ما ينفعش الليل المشايخ بيقولوا عليه اما اقول كده في السجود ربنا يستجيب لكن انت لو استشعر واسجد واقترب لو استشعر ان ربنا بيقطع العهد على نفسه وقال ربكم ادعوني استجب لكم لو استشعر ان ربنا بيقول اجيب دعوة الداعي اذا دعان لو قلت للشيطان اخسأ يا ملعون دانا لما بيقول لي وسط عند واحد ولا منزل عند واحد من المسؤولين تخيل بابقى عندي ثقة ان هو حقا لانا عايزه فما بالك اذا كانت تلك الثقة وذلك اليقين في الله رب العالمين فما ظنكم برب العالمين ولذا يقول لك دوما اني قريب